وللتحليق على هذا الموضوع معنا من الرباط السيدة سينة أدحلي رئيسة مركز سوسة مصة لدراسات القانونية والقضائية المحاصرة أهلا بك يا سيدتي أهلا شكرا بارك الله فيك إذن بداية ما الذي ميز هذه الندوة العلمية التي أشرفتم على تنظيمها الميز هذه الندوة أولا هو الحضور كان حضور جدا متميز جميع دعوة كانت مفتوحة وبالتالي كانت جميع الفئات من المجتمع المدني وهذا شكل واحد حدث والنجاح لهذا النشاط اليوم نعم أكيد كانت هناك مجموعة من التفاعلات والمداخلات في هذه الندوة التي نظمتموها كيف أو ما الذي يمكن استخلاصه من هذه المداخلات هو أنه كان مختلف الآراء بالنسبة لأولا هذا اللقاء هو اللقاء من أجل تقديم الكتاب اللي هو تمر دي لهذه الندوة اللي كانت يوم أربعة وخمسان وانبير ألفين واثنين وعشرين وكان اليوم اللقاء تفاعلي بين اللي كانوا شاركوا في الندوة الماضية وبين الأساتذة الأجيلة كانوا قاموا بقراءة في هذا الكتاب وكانت تفتح هناك نقاش العموم يعني كنت آراء مختلفة بالنسبة للتعديلات المنتظرها وما هو المنتظر من المدونة الجديدة وكانت ضروا ديما في نفس المتطلبات بالنسبة للحضانة بالنسبة للمشاكل بالنسبة للميرات يتبات النسب يعني كانت هناك جميع التساؤلات اللي كانت تترت نفس الشيء اللي تر وكانت يعني هذا النقاش العمومي مفيد جدا بالنسبة للمهتمين والمغتصل اللي يأخذوا هذه المدخلات في عين اعتبار وهل هذا الكتاب يجيب على جميع هذه الأسئلة أو معظم هذه الأسئلة التي تمت مناقشتها في هذه الندوة لا يمكن القول بأنه أكثر لمضامين هذا الكتاب ولو بشكل مقتضب يعني هذا الكتاب هو كانت مدخلات بالنسبة لأساتداء اللي كانوا حاضرين في تلك الندوة ومنها مدخلات الأستاذ من حمزة الأستاذ أمين أبو عياش الأستاذ ملكة براديل يعني كانت أستاذ بحماني رئيس رفاة الأحواج السيا والميرات اللي قربنا من الواقع العملي من خلال اجتهادة دي المحكمة النقد في هذا الميدان يعني كان كتاب غني فعلا يعني يمكن يساهم في هذا النقاش الحالي نعم كنت معنا سيدة زيناد حلي رئيسة مركزية سوسما سال الدراسات القانونية والقضائية المعاصرة من الرباط شكرا جزيلا لكم سيدتي على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم